نبدأ حلقتنا بس قبل ما نقول أي كلام في الكورة أو في الرياضة القضية الفلسطينية وما حدث خلال الأسبوع الماضي في غزة من اعتداءات وحشية وقتل للأطفال والنساء المدنيين العزل وقصف للمستشفيات ومنازل المواطنين الفلسطينيين كان اختبار حقيقي للضمير العالمي لضمير الإنسانية والأسف سقط فيه العالم الذي كان يدعي الإنسانية الدولة المصرية وشعبها والسيد الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية كانوا أصحاب موقف واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية مصر دايماً بتساند القضية الفلسطينية ولكن إيه اللي حصل في عالم كرة القدم والرياضة عموماً عالمياً وليس محلياً لو اتكلمنا محلياً فكل لعيب النادي الأهلي ولعبة الأندية كلها تقريباً دعموا القضية الفلسطينية وشوفنا جميع اللاعبين على السوشال ميديا وكمان شوفنا احتفالات اللاعبين بعلامة النصر في مباراتي سينبا وكل الدوري تقريباً وكل الفرق المصرية لو بصيتوا هتلاقوها احتفل ما قدرتش تحتافل غير بكده لأن ما فيش احتفال في اللي احنا فيه ده لو بصيت على مجلس ادارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي هتلاقي دعم للقضية الفلسطينية بكل الطرق الممكنة من أول التبرع بالدم لحد التبرع بعوائد لماتشا سينبا لصالح الأشقاء في هزة لكن على المستوى العالمي كان الاختبار الحقيقي شوفنا أبناء منتخب مصر والكرة المصرية ما بين محمد صلاح ومحمد النني وتريزي جي وعمر مرموش وموقف تاريخي لحمد حسن كوكا شوفنا نجو معالميين زي إيريك كانتونة سطورة منشستر نايتد اللي وقف مع الحق وقف مع الشعب الفلسطيني المشهد اللي يستحق التحية فعلا بقى كان مبارح جمهور سيلتك الاسكوتلندي سيلتك هو النادي صاحب الشعباء الأكبر في اسكوتلندا واحد من الأندية الكبرى في بريطانيا واغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي الشديدة بعدم دخول أي علم فلسطيني أو ظهور أي شكل من أشكال الدعم للقضية الفلسطينية في المدرجات إلا أن جمهور سيلتك الاسكوتلندي وليمش أول مرة بالمناسبة دخلوا الملعب بعدد كبير جدا من الأعلام الفلسطينية وقدموا موقف إنساني عالمي مش هينسى حد وللتاريخ مش هينسى هذا الموقف أنا من النهاردة بشجع الأهل في مصر ومتعاطف جدا مع سيلتك أوروبيا ولكن هل انتهت القضية؟ هل انتهت القصة؟ بالتأكيد لا وبالتأكيد إحنا مع الشعب الفلسطيني وعاشت فلسطين قرر ما كانش ينفع قبل ما نتكلم في الرياضة أو نتكلم في أي حاجة تانية ما نكونش لنا موقف موقفنا السياسي واضح موقفنا في كل شيء تجاه القضية الفلسطينية واضح كل شيء في الدنيا ليه رسالة سواء الفن أو السياسة أو الإعلام كل شيء ليه رسالة الرياضة وضحت رسالتها الرياضة لها رسالة قوية جدا زي ما حضراتكم شفتوا مش بس جمهور سيلتك مش بس لعيب عرب لكن اللي يتسموا بالإنسانية كتير في العالم سواء أوروبيين أو غربيين عموما كان فيه تعاطف مع القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا احنا هنا في قناة النادي الأهلي النادي الأهلي من سنة 48 وهو بيضع من القضية الفلسطينية وموقفه واضح تجاه القضية الفلسطينية مصر ليها الدور الأكبر على مدار التاريخ سواء بالقيادة أو بالشعب دايما قيادة مصر دعم للقضية الفلسطينية ودايما الشعب المصري داعم للقضية الفلسطينية